بعد العلاق الرسمية من النادي الاهلي عن التعاقد مع المدافع الغني رندروف قدوم ناس كتير جدا عاوزة تعرف من اول اللعب وتشوف امكانياته ايه وهل هو مناسب للنادي الاهلي ولا لا? علشان كده في الحلقة دي هنستعرض لأول مرة بعد اللقطات للعب بشكل حصري وهنتكلم فنيا عن ابرز مميزاته وعيوبه وحاجات كتير جدا. فقاحد اللي لو صلى عنا بعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. اللعب اللي قدامك ده اسمه رندروف قدوم هونوتشو. مالد 2006 يعني عنده 18 سنة في الوقت الحالي. اوعي غرق طوله تماما. لانه طوله متر وتسعين سنتي. بيلعب في مركز قلب الدفاع ورجل الأساسية هي الشمال. وانضم للنادي الاقلي من نادي الشيطة الغاني اللي متواجد في دور الدرجة التانية وهو متصدر الدوري في الوقت الحالي. رندروف احق كباتل الفريق. وتأثيره واضح ودائما بيشارك بشكل اساسي. وعلشان عرف اللعب بشكل اكبر. فكان لازم اتفرج على مباراة واتنين وتلاتة واربعة. وبعد ما اتفرجت لفت انتباهي انه اكتر لعب في الفريق بيلمس الكورة. دايما هو اللي بيقوم بمرحلة البناء. لانه مدافع كورته حلوة. وحاجة من رحب بدر بنوت. في مرحلة الخروج بالكورة عنده الدقة المطلوبة والرويال جيدة جدا. مميز جدا في الباص الطولي. وتقدر تقول عليه مدافع بدرجة بلاي ميكر. عنده رؤية الممتازة اللي تخليه يعمل باص طولي زي اللي قدامك ده. وزي ما قلت لك ان اتفرجت عليه في مباراة واتنين وتلاتة. وكان دايما بيعمل الباص الممتاز ده. وفعلا عنده دقة هيلة جدا. يعني مسلا هنا في رؤية ودقة وبيحط الكورة في المساحة بشكل ممتاز. وتقريبا يعني ابرز مميزاته انه لعب كورته كويسة بيطلع بالكورة من الخلف الامام بشكل ممتاز. بالاضافة انه قادر يعمل الربط بشكل هيل وعنده رؤية فعلا جيدة. ولكن لفت نظري انه مش المدافع اللي بيمتلك الكوة والشراسة تماما. هو المدافع عنده ادوء غير طبيعي. وفكرة انه يضغط على المهاجم مش بتكون خيار اول عنده. لانه بيحاول ينفي الزواج التمرير او التزديد وبيتعامل بعالة اكبر من الكوة. وطبعا لانه مدافع طويل ده بيأثر عليه في الواحد على واحد. اكيد فاكر كله بالي كان عامل ازاي. معلول يرفع. وكل بارب راسه. والهدف الاول احمر اهلاوي جميل. المهم هو بيحاول يغطع النواس اللي عنده بانه بيضغط عنده خروج الكرة الاولى لاستخلاص الكرة التانية. علشان ما بقاش فيه اريحية للمهاجم ويكون فيه مساحة ويخش معاه السباق السرعة. وزي ما قدلت هو مدافع من السريع تماما. علشان كده بيفضل الضغط على طول علشان يستخلص الكرة من البداية. الخلاصة كده انا مش شايف عنده الشراسة المطلوبة في خطة فعل اهلي. اتمنى يستفاد بتواجده في الاهلي. ويتطور بشكل اكبر. ويكون اضافة للفريء الاول بازن الله. وانا متفاهم تماما. ليه كان محتاج بيلعب برجل الشمال. لان في مرحلة البناء بيكون اكتر دقة ورؤية. والكرة بتطلع بشكل منظم اكتر. لان جسمه معدول للملعب. وفي حالة المواجهة واحد على واحد بيقدر يستغل رجله الشمال. لان دي عدلته اصلا. وكلنا عارفين ليه منعم بيلعب ناحية الشمال. علشان مدافع كرته عالية. ومع الاهلي مطلوب منك تطلع بالكرة بشكل منظم قدام اي منافس وتحت اي ضخل. والحقيقة رندروب بيجي الده بشكل ممتاز. بقرارة تاني اتمنى يكون اضافة للنادي الاهلي. ولكنه محتاج يشتعل على عضو الجسد بشكل اكبر. محتاج يطور من نفسه. ومحتاج يغير طريقة لعبه. ولكن هو مدافع فعلا مميز جدا في الخروج بالكرة كرته عالية. وعند رؤية ممتازة ودقة هيلة في الباص. وانا شايف انها تجربة جيدة للنادي الاهلي لانك بتعد لعيبة افارقة للمستقبل لتدعيم الفريق الاول. علشان ما الجيش في كل مركاتو تبدل تلف على لعيبة في القرة كلها. فالتجربة دي هتسهل عليك كتير جدا. في نفس الوقت تستفاد منه فنيا وتسوقيا ولكن طبعا اختياراتك هي اللي اتخلي التجربة دي نجحة او حتى فشلة. هنشوف الفترة اللي جاي يقالنا هيحصل. واتمنى ان رندروف ووبونج يكون اضافة للنادي الاهلي بإذن الله. والحد هنا صديقي انا خلصت كلامي. اتمنى لو كانت صوت متغير تدعيلي بالشفة لاني فعلا تعبان جدا. واستنى الكومنت بتاعك اللي هتقول لي فيه عرن دروف قدوم. هيمس الاضافة للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه. واخيرا اتمنى بالبداية في الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله. وتصلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام. واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرز. وبعد تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسماته فان اهلاوي. نتقابل بخير. سلام.